ست ميزة من فترة قصيرة ودعت والدتش توفى شنو فقدتي بعد ما راح الوالد رغم انه انتو يعني هو كان غايب عن حياتكم لفترة طويلة هو مو غايب بابا كان الله يرحمان بابا كان كل فترة يجينا لكن بابا يعني كان متزوج ايضا الى ابناء الله يحفظهم اخواني لكن مرت بأزمات صحية وكان ما يقطع انه يجينا باستمرار وكنت ايضا مشرفة على علاجه فتوفى فأكيد لما يتوفى الوالد حت له بعيد حت له قريب الاب والام الدنيا ما يعوضك ما يعوضك اكبر الاشياء عن الام والاب يعني ما تتوقع حياتك حتى لو انت ما شايف ابوك تتمنى تشوفه حتى لو انت مش ابوك يعني قفتة سنين طويلة ويتوفى اكيد رح تتسأثر الاب والام الدنيا ما بعدها عاتبتي؟ ما عاتب؟ بينك وبينك؟ لا لا أبدا أبدا ولا عاتبة و الله يرحمها و يا ربي مثوات جنة ما عاتبة بابا ايضا كعراقي اليوم عنده ظروف مار في ازامات مار في الكتب هل تبعد عن بناتك؟ لا أبدا أتواصل معهم و أخواتي أنا قصدي مهسة أنت و صغار منش أنتم محتاجين لوجود الاب نعم موجود كان يروح و يجي علينا بس البركة بماما لعبة الدورين ماما عوضتنا عن الدنيا كلها نعم بعد الأب كبرتش أنت خلاج تكون مسؤولة من عائلة بسرعة؟ أكيد أنا تحملت مسؤولية من عمر مبكر عمري أكبر من فكري أكبر من عمري و ظليت فكري أكبر من عمري لحد اللحظة مسؤولية المادية همين؟ الحياة مو بس مادة الحياة هي الحياة بكبرها مسؤولية كبيرة أكبر من الماديات أكبر من كل العوائق الحياة شيء امتحان خطير و صعب لأكبر البشر فلا تعتقد أن الحياة بس مادة هناك الكثير من الناس اللي يعدهم يعني آلاف و ملايين و تريليون الدولارات لكن معايشة الحياة صحة هناك ناس تتحصر على صحتك فالحياة بها عوائق كبيرة هذه المسؤولية و أنك تكونين هذه المرأة الحديدية خلاش تكونين أنه ليس بحاجة للرجل بعد في الحياة ليس ضرورة أنه يكون موجود و إياك نحن نرجع نفس النقطة الحياة بها الكثير من الأشياء البعض مثلا من النساء تبحث عن الاستقرار و الرجل و الأسرة لكن امرأة في وضع آني امرأة مثابرة و أطمح لتحقيق كل طموحي لو كان الرجل موجود في حياتي و يسعى لنفس أحلامي لا بأس أكوه تجربتك شوف شوف أنا لم أتحب أن أتكلم بخصوصياتي لا حسبتك عموما لكن حياتي أكبر من الكثير من المسميات أكبر من الكثير من التفاصيل التي ممكنتهم امرأة أخرى غير ميس كلها تجربتك نعم فأني أحب أحافظ على التفاصيل خاصة بي باستمرار موسيقى